أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 مرحباً بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا حصة فيها نصائح لكم أنتم يا أولياء خاصة باش تتعاملوا مع حالات معينة مع أطفالكم بالطريقة السليمة اليوم عندنا موضوع مهم جداً هو موضوع لجاست كيسوف يعني الحركات السليمة لإنقاذ الضحية بالمرات أولادنا والأشخاص من المحيط يتعرضوا إلى حالات معينة ونلازم حركات سليمة باش ننقضوا الحياة نتحهم إذن اليوم معنا أخي سائيين نتكلموا على هذه الحركات التي تنقض حياة ضحايا إذن معي اليوم الأستاذ يوسفي مراد الملازم الأول في المدرسة الوطنية للحماية المدنية تفضل أستاذ محببك تفضل 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 معي كذلك سيد لابري نوردين ضيفي الدائم 39 سنة في السلك التربية والتعليم والتعليم سيد معلش قبل ما نبدأ ونقول حاجة تفضل تفضل كي قلت لي راك ديما تقول لي 39 سنة صحيح ولكن هذا ذكرني بحاجة اليوم معنا ولكن من وراء الكاميرا واحد من الكاميرامين قال لي الشيخ انتايا قريت الوالد انتاعي سبحان الله هو أسامة رويش الفيا ونقول له السلم على خالد باباه لي أنا قريته وشوفه ولده اليوم روي هنا وبرك الله فيه أحسن ما ربع سبحان الله سبحان الله نحن تريد نحييه فضل فضل شكرا 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 معنا كذلك السيد عماري نوردين حالة حية فضل فضلrock نوردين مرحبا بك مرحبا بك شرفتنا شرفتنا في كل حصان استدفوا طفل ولا طفلة بش يدين الواجبات المدرسية ينتعو اليوم معنا هيثم تعالا تعالا فضل فضلها هيثم مرحبا بك مرحبا بك اللاذي وشكرا شكرا؟ لباس لباس هيثم شل في عمرك هيثم عشر سنوات عشر سنوات كيف سنة تدرس؟ سنة خامية شاطر في الدراسة كيف حدثت معادة الويدي؟ سبعة فاصل خمسة وسبعة سبعة فاصل سبعون ثمانية تبقى عليه نحب العطفان للشاطرين اليوم ستعطي لوجيبة المدرسيات هنا أحب أن نعرف كيف ستعطي لوجيبة المدرسيات وحدك منظم وقتك منظم وقتك منظم وقتك منظم وقتك الله يبارك وليدي اذهب لوجيبة المدرسيات هناك المحكمة جميل ما وجدناه لك وكم أخرى أطفال اذهب لوجيبة المدرسيات لكي تنجحوا بانتظام بالتوفيق شكرا 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 اذا موضوع اليوم موضوع مهم جدا هو موضوع الحركات السليمة لإنقاذ الضحايا يعني من مرات الإنسان وريده يوقع له حادث هكذا كين دي جاست قادرين ينقضوا الحياة انتاعه لذا معنا اليوم السيد يوسفي مراد ملازم أول في المدرسة الوطنية الحيمية المدنية مدبيا نتكلموها لابد أن الحيمية المدنية تملك إحصائيات وكمل على هذه الحوادث أنا نظل الحركات السليمة لإنقاذ الضحايا هي خاصة في الحوادث المنزلية الحوادث المنزلية بطبع بالك برا وبعد نتكلمو مع السيد لابري نوردين إذا كان في المدرسة ثانية تكون عرضة لهذه الحوادث هذه أو براك تفلوا مع صاحب وبره وبره ممكن أنهم يتعرضون الحوادث كما هدو مدبيا تكلمنا على الحوادث يعني الأكسيدان اللي يكونوا في المنزل الكامل ولا برا عند الطفل والإحصائيات كذلك ومن بعد نوستو الحركات السليمة لإنقاذ هذه الضحايا تفضل تفضل أستاذ أولا بعد بسم الله الحمد الرحيم نشكركم على الاستطافة هذه ومنح مرة ثالثة للحبان المدنية ليعطاء التوجيهات ونصائح هذا شرص ووجب وشكر أنتم مع المشتركة وشكركم متبادل الحوادث الأكثر انتشار في الحوادث المنزلية هي كثيرة لكن أولها الجروح يعني الجروح يعني يعني حاجة ثم ثانيا الكسور يعني الكسور يطاح يطاح يعني من السرير للأرض بضبط ولكن كيفش يطاح يطاح الرأس داعه يطاح على يديه تكون أولا الجروح ننوحوا للجروح ثم هناك حيش سقدمة إن شاء الله إن شاء الله وتعرضونا ونزيدونا حقا تحكيوا على الكسور إن شاء الله الجروح فيها عدة أنواح الجروح كيكون الجرح يعني على مستوى الأطراف سواء العلوية أو السفلية فهي سهلة ما نتكلموش عند تدخل رجال حمال مدنية لأن رجال حمال مدنية ذو اختصاص يعني يقوموا بالعملية يعني بالجست يعني كما ينبغي نتكلموا قبل ما يلاحقوا رجال حمال مدنية هذا هو الشيء المهم بسيء الكوارث لا يتوقع تمها التم لا يتوقع سواء عدم تطبيق يعني الحركة كما ينبغي أو بطريقة صحيحة أو يعني يديروها بطريقة خاطئة كليا نتكلم عن الجروح كيكونوا على المستوى الأطراف سواء العلوية أو السفلية يعني في اليدين أو في اليدين هي حركة بسيطة نقدرون يعني تقدر الأم أو الوارد ولا حتى شاهد عين يعني بس كنت تقدر تصرنا كونوا مشوا في الشارع نشوفوا يعني واحد قاس واحد ولا بحادث ولا عنده جرح كي نقول له جرح ما عندها فيه نزيف فيه نزيف الدم رويسيل الدم رويسيل الدم رويسيل احنا عندنا كمية من الدم محدودة إذا سالبت يعني الثلث التاحة ولا النصف التاحة يسمى الإنسان يدخل يعني الضحية لدخل يعني في فقدان الواعي ويتبدأ يعني التطور فقدان لاريكاردياكي ودخل احنا قبل ما تلحقها الدرجة واش لازم نعمله؟ كيكون في الأطراف العلوية كيكون في الأطراف العلوية يعني هو قبل كل شيء باش احنا المسعف قبل ما يعني يدير النجاس هداك لازم يضمن روحه هو أولاً واش يدير يلبس القفازات ضرورية جداً يعني للوقاية يعني مش مزيد ستين بلا قادر بالجراتيم اللي يكونوا في يديه ولا قادر لا سواء الجراتيم سواء احنا ما نعرفوش الضحية هذه اذا كان عندها مرض ولا لا بالضب احنا نعرفو بالدم ينقل ينقل الأمراء بضب ولا كان المسعف يعني يديه مجروحة ولا فيخدش ولا كما كتب نذكر بعد هيك خاصة قادر يتعرضي قيل ايه المرض ينخافو منه بزاف احنا كان المسعفين كده وهو ده السيدة ايه ايه يعني ينتقل ينتقل عبر الدم يعني حتى نوصل الأولياء احنا الأولياء هذك الحنان الزائد هذك يقولك أوليدي ما نعيفش أوليدي وليدك صح مثلا ما تعرفش وليدك واش عنده هذا ما نعرفوش كي الأمراض ما نعرفوهاش ولهذا ندير القفازات يعني اشي ريجيكال وقبل كل شي هذا يعني باش نصيحة اللي نقدمها لكل عائلات الجزائرية تكون عدنا في المنزل حقيبة الإسعافات حقيبة ضرورية ضرورية جدا حقيبة الإسعافات وحاجة التالية حقيبة الإسعافات هذه ما نخليهاش مدة سنتين ثلاث سنوات ما نفقدهاش نجم نشوف كين الدواء كين الدواء كين الدواء في السيارة راهي إلزامية راهي إلزامية راهي إلزامية قلنا الحقيبة الإسعافات تكون لا بانيك ما تكوش عدنا لازم نتكلمه لازم نتكلمه ولو أنه سعب أنه تشوف الدم هكده ينزفوك ينزفوك لكن من الضروري جدا بس كون لا بانيك ما تخليكش تعرف كيفش تخدم هيدا نفتح حقيبة الإسعافات التاعي نلبس القفازات وندير عمليات يعني ندرك على الجرح كيكون في الأطراف العلوية والسفلية في اليدين وفرجلين في اليدين وفرجلين ندرك على الجرح يعني ماشي بقوة كبيرة وماشي بقوة يعني متعادلة ندرك على الجرح ندرك على الجرح ونقعد لمدة عشر داقة يقول الله رأسكو إحنا نعفو بالدم يتختر ومن بعد يصر يعمل حاجز وحده يحاجز وحده ويصر توقف لسيران الدم لسير الدم لازم نعبزو على هداك على هداك الجرح لازم نضغط عليها إذا ضغطنا عليه إذا ضغطنا عليه وشوفنا الدم مازال يسيل ووش نعمل ندير نضغط على المساق لنضغط على المساق طف ندير علي هذا بماذا نعني أنا بونضاش ونحول الصغير تاعنا ولا الأخ تاعنا إلى المستشفى ولا نقوم بإبلاغ اللي جاء الحمالة المدنية وما اللي يجوه يزيدوا يقوم بتالي الإسعافات حاجة واحدة تالية نضيفها ما نديروش أي برودوي احنا نشوفوا العجيز تاعنا نشوفوا العجيز تاعنا يديروا قهوة في الجرح هذه القهوة أنا شبتها بعيني ولكن الأخطر في هذا أنا تحبس ندم القهوة ولكن من بعد المشكلة كيفاش تنظف الجرح هذا كيفاش تنظف الجرح مشكلة مشكلة كيفاش يديروا قهوة كان يدير تراب يعني كل واحد عنده تقاليد تتاعه يعني من منطقة لمنطقة تختلف تقاليد والإشاعات وحاجة واحدة خلال تالية ننبه عليها المشاهدين ننبه عليهم كثير 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 هي يشوفوا دوك على العصرنا ننترنت يشوفوا في اليوتيوب ويتعلموا في اليوتيوب نقولهم معليش تتعلم كيفاش تصلح أهلا في اليوتيوب صحيح بالصح اليوتيوب الجامع يعني من المستحيل يعلمك لبنجست بور فار دي بريمي سكور تشوف صحيح واش تشوف حاجة واش تطبق حاجة ودخرة لهذا نعود نقول نداء واخداخر احنا المديرية العامة للحمية المدنية صهرانة ويعني وصهرانة باش تدير كل مسعف لكل عائلة اروحوا تقربوا البيبان مفتوحين على البيبان مفتوحين للحمية المدنية سجلوا رواحكم ونقوموا حماية بتكوينكم كيفاش تقوم بهذا يعني مش لعني مش تشوف يعني في اليوتيوب وش تشوف في اليوتيوب وش تطبق يعني بطريقة مختلفة يعني طريقة طبيقية يعني يعني واحد كي يشوف في اليوتيوب تكون عنده ديرا يعني عنده تكون عنده تكوين يزيد يتطور ولكن انا نظر وكما تخوش عندك تجربة يعني مادية باليد قادر تشوف هكذا عن طريق الانترنت وكامل ومبعد كي تكون فاس لهذاك الجرح ولا حاجة ولا تبانيك كيفية تنسى تنسى بس كي ما عندكش لابراتيك يعني لابراتيك يعني لابراتيك يعني شو النظري ما يكفيش والناس البيداغوجيين يقول لك انفوتو قالك ساكوت ملمو يعني صورة تعادل الف كلمة الف كلمة الف كلمة يعني صورة تقعد الجاس يقعد يعني تقعد مدر باله هذا قولنا فيما يخص مش مخص على الموضوع قولنا فيما يخص الجروح على مستوى الأطراف العليا والسوفية دوك اذا كان عدنا جرح على مستوى الصدر على مجدوى الصدر لازم نمدد الضحية تكون ممدودة ونديرون لها وضعية نصف جلوس حتى الضحية يعني ما تبانيكاش وما نخليهاش تشوف الجرح تحها لازم اللهي الضحية هديك نسألها بالسؤال كيف واش صرالك واش قاسك هديك اللهي الضحية باش ما تشوفش الجرح تحها نديرها في عمليات نصف جلوس كذلك وندير ضمادات لبس قفازات هدي خلاص ما نجي نتكلم عليها يعني ضرورية جدا وندرك قليلا على الجرح يعني حتى تجي رجال الحماية المدنية وتقوم هي بالإسعافات اللازمة في هذا الجرح هذا فيما يخص البطن يعني كتكون على مستوى البطن كذلك نمدد الضحية لكن العكس نرفع الأطراف السفلية إلى العلوم إلى العلوم إلى العلوم يعني ولكن كيت عدنا كرسي ولا نحطهم في قول كرسي هكذا حتى يعني نقلل من الآلام بتاعه من الآلام بتاعه وحتى يصى ارتخاف للعذرة البطن يصى عذرة البطن حاجة واحدة في كلتا الحالتين سواء تكون طعنى خاصة تكون طعنى على مستوى الصدر أو البطن تسكينه ولا حاجة حدى حديدة أو حاجة ممكن في حادث مروح في حادث نقول المشاهدين إياكم ثم إياكم نزع هذه الألة الحادة ما تنزحاش خليها ندير عليها ضمادات نضمها ونخلي لذلك الشيء يعني الجسم الغريب اللي تخلي الجسم نخليه في بلاستو ما نجبدوهش ننسيه وننقى الجرح حتى بيتعفلش ونغطيه وننسنو وننسنو رجال حمال مدنيه يحتاجوا وهما عندهم طريقة تحوم كيفش ينقلوا حتى المستشفى حتى رجال الحمال مدنية مشي منحقهم ينزعوا هذا الشيء حتى رجال الحمال مدنيه هل المسعوفين المسايفين حتى يحتاجوا ليصري إلى المستشفى وهناك أخصائيين كيتخل البلوك البروك وهم عندهم طريقة تحوم كيفش ينزعوا هدك الشيء في طريق البطن كي نسيبو البطن المفتوح ولا منسيوش نرجعو منسيوش نرجعو هذيك الأمعاء منسيوش نخليوها كي مالك منسيوش باسكو جي ترجحالو زيد دلوينوت الكومبليكاسيو دكو باسكو عدفو كي نضرب على المساوطة حاصة بالخنجر حوضة المرور ولا ولا بالخنجر ولا كي تفتح دفو الأمعاء تعنا تخور شوية احنا بيش يقولك يقولك سيس دخلها ودخلها ودخلها ما ندخلوها ما تمسوالو ما تمسوالو ندير الضمادات رقدو رفضلو رجلو رفضلو رجلو بيتخفر لأمالكدام ونسلنا للإسعافات في حالة في المنزل بطر كي نقولوا بطر يدو صرا حاجة فلابين ويزيري صرا بالزافة صرا تقطعو يدو ولف أكسيدون سيكي لا سيحو الله نصيبو الرجل مبطورة يعني واش نديرو له حفاظا على باسكودوركا الطيب تطور ذوكا من يعني نقدر الطيب ذوكا يقدر يرجع لك يعني اليد المبطورة اليد المبطورة ولا الأدن ولا هذيك بسح كيفاش نرجحها لازم نحافظ عليها كيفاش نحافظ عليها نحطها في ذمادات يعني ذمادات تكون محقمة يعني ذا ستيريليزي نضمها 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 نحطها داخل كيس نغلق الكيس ثم نضحها داخل كيس فيه لغلاسه يعني لكيس مثلش يعني مثلش كيس مثلش يعني نعود باش نشرح مليح هنا الطرف هذك العظو هذك لكينا مبطور من أحي نضعه نضخل داخل دماتات معقمة يعني ذا ستيريليزي نحطه داخل كيس والكيس هو بدوره نزيد نضعه داخل كيس آخر يكون فيه لكي نحافظ على الجسم الذي يتنحى وينقله به إلى المستشفى يذهب معه ومع ذلك المختصين والجراحين وهم يقوموا بالعملية لكي نريد أن يرجعونه اليد التاعه والعضو الذي يتنحى شكراً 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 أنا رح نرجع لك تعودنا عليك أنك دينا بالمرات حركات تطبيقية مدابية بعد نرجع لك تورينا شوية لعائلات حركات اللي ممكن أن ينقضوا بهم أبنائهم ولا الناس اللي يحبوهم وكيب سيد نوردين لابري تكلمنا مع السيد يوسفي مراد على هذا الحوادث تكلمنا الحوادث المنزلية ولكن الطفل ما هوش مأمن يعني حتى في المدرسة ممكن يتجراح ممكن هي حقيقة صعب أن يكون طبيب ولا في كل مدرسة دروا كل مدرسة ابتدائية بالألف في الجزائر خاصة الابتدائية بلاك في الثانوي ولا موجود ولا ولكن في المدرسة ابتدائية صعب ولكن هل هل المربيين عنهم دراية بهذا الجروح بهذا يعني وش يديره في انتظار الطبيب ولا نقل الطفل هذا إلى المستشفى ولا هل يعرفوا وش يديره ولا هل هناك إن بوات فارماسي في المدرسة هل حبيت أن نعرف شويا كيفاش يعني المنظوبات ربوية تشوف هذا الحوادث هذه شكرا سيزيد نشكرك على إعطائنا هذه الفرصة باش نبين لأولياء التلاميذ يعني ما هي المخاطر أو الأخطار التي قد تصيب أبنائهم وكيف أو كيفية إنقاذهم أو علاجهم أوليا كما نشكر حضرة الملازم الأول على هذه المعلومات القيمة التي قدمها لنا في هذه الحصة وتعلمنا عليه كثير يعني في الحقيقة حمد لله ولكن هو كان يتكلم وأنا ذكرت حاجة نحن نتكلمش على التجربة تعلم لازم لما كنت أنا لما كنت صغير كنت طيف حتى مراهق تعلمت الإسعافات الأولية ولكن يلي الأسف ما تعلمتاش في المدرسة تعلمتها في مؤسسة لتعرفها أكلكم وما نشكر نسمعوا عليها كثير ألا وهي الكشافة الإسلامية الجزائرية بهذا المناسبة بهذا المناسبة نحيي نحيي المربيين الأوائل اللي لعبوا الدور كبير خاصة بعد الاستقلال لما خرجت فرنسا واستقلت البلاد وكان فيه فراخ فيما يخص الإطارات وما يخص الأساتذة والمعلمين وكذا ولكن هؤلاء الوطنيين خرجوا من الكشافة الإسلامية كانت مدرسة من جملة الأمور اللي تعلمها للأطفال إسعافات الأولية هي هذه الإسعالة السيكوليزم سيكوليزم وكان يتكلموا حاجات موس كل شيء ولكن كان الحاجات كثيرة أشياء كثيرة تعلمناها في الكشافة الإسلامية جميل وبالتالي يرى الدور نتاع المجتمع المدني اللي يلعب دور في ما يخص تربية المدنية تربية الحضارية هذه تدخل في تربية الحضارية نحن نعيش في مجتمع لازم منتظرش غير الدولة منتظرش غير الطبيب أو غير الشرطي أو غير الحماية المدنية باش يجي يتدخل في بعض المواقف اللي ممكن نحنا في بعضنا البعض نتدخل فيها رئيثة تدخل هذه المؤسسات الرسمية المتكونة المؤهلة إذن نرجع للمدرسة أنا نقول بكل أسف بكل أسف المدرسة الجزائرية ما زالت ما وصلتش للوحدة الدرجة بيش تعطي اهتمام كبير وأولي لهذا الموضوع وهو التدخل السريع والإسعافات الأولية في الوسط المدرسي وما يخفلناش بأن الوسط المدرسي مؤهل لهذه الأمور نظرا لتعداد التلاميذ وخاصة في وقت الراحة يعني هو عرضة عرضة يعني عرضة خاصة أوقات الراحة التلميذ يجري سبور أو تحكسر نعم وهذا شيء طبيعي التلميذ طيف كثير الحركة يخرج من القسم بعد ساعتين أو ثلاثة يحب يتنفس حب يجري وهنا تحدث حوادث كثيرة كثيرة منها البسيطة ولكن ولكن أحيانا تحدث حوادث خطيرة كان بواد فارماسي في المدرس نعم عموم لا لا هذه الموجودة نعم يعني يقدروا أنهم ضمادات هذا أبسط شيء لا أبسط شيء لا معليش يعني على الأقل لما يكون جرح ولا يقدروا يضمدوه ولا وشوفوا إلا كان مازال نزيف ولا ما يحبس يكلموا الطبيب والمستشفى هذا موجود ولا وللحمد لله يعني اليوم كان الهاتف بسرعة يعني كان ومنساش لي بلي وحدات الحماية المدنية رأي منتشرة اليوم يعني بالنسبة للماضي لا الدولة دارت دارت يعني حاجة كثيرة ما من ناس ينتكلم معهم وكلهم يحدوا يعني تدخل الحماية المدنية بين خمس إلى ثمان دقائق نعم يعني خمس يعني أدروا ركور يعني بين خمسة دقائق حاجة جميلة جميلة جدا يعني أنا الشيء اللي حبي تنقوله سيزيد هو أنه العموماً عموماً الأسرة التربوية كنقول أسرة التربوية يعني المدير المعلمين وحتى الحارس وحتى العمال اللي في المدرسة مش متكونين ما عندهم مش فكرة واضحة حول ماذا يجب أن نعمل عندما يحدث شيء من هذا القبيل يعني حدث طولي لابانيك كل واحد شواشي واللي يقترح عندنا أحياناً هذا الحوادث تعه وحد يطيح وزنزيف أو كس ولكن كان حاجة أخرى ركاق قاعد هكذا حتى التلميذ يغمى عليه يعني يغمى عليه 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 يغمى يغمى كس كيفو فارب نعرفوش يعني في صفة عامة صح وهنا هنا أنا ذي نصيحتي على كل حال ما لازلش ننتظر من الوزارة ووزارة التربية وهو يعني هذا أملنا بش يكون ولكن إذا الوزارة ما زلت ما وصلش لهذه المرحلة هذه وتوصل لها إن شاء الله ما يمنعش نحن لازم نروح ونديره تكوين لازم نبادر يعني لازم رئيس المؤسسة مثلاً هو مسؤول عن أمن الأمن التلميذ والمعلمين والأستيدة في المدرسة قال أنا في السنة خلال السنة الدراسية أدعو ندير برنامج وأدعو الحماية المدنية ويجونا وأنا جربتها وكنت الله يشهدوا على ذلك أنا كنت نديرها يعني كل سنة دراسية مرة أو حتى مرتين تصل بالضابط على الوحدة على الحماية المدنية ويفرحوا ويعني ويرحبوا بالفكرة ويجووا وندير اجتماع مع التلميذ ومع حتى مع العمال ويعطوهم دروس وتكون يعني يعني مفيدة جداً لأنني نكسر الأجوات على الروتين هذيك غير النظارة يواطيهم كذا خاصة لما يجيك يجيوك أشخاص خارج المؤسسات هذا يجلب انتباه التلميذ وترسخ في أذهانهم وكانوا يعطوهم دروس حقيقة يعني مهمة جداً في الإسعافات الأولية وكذلك في ما يخص الحرائق وأحياناً تصرح حرائق وحنا صارتنا أنا في المؤسسة اللي كنت فيها صارح حريق حريق ولكن بسيط ولكن قادر يكون نعم سيارة مفتش شعلت وأمام المدفئة يعني الجهاز تعلق المدفئة الأساسي وسلكت يعني نتيجة الريفليكس بلكتا نعم لا كان الحماية المدنية كانوا يعلموا جاو في جلسة من الجلسات وعطوهم دروس درس للعمال وبعض الأساتذاء كيفية استعمال أجهزة المطافية هذه المطفئات تزيج تكتور قال هاو كيفية شدير له وفعلاً جاء عامل وحكم هذه المطفئة وطفى المحركة تاع السيارة وكذلك فيما يخص الكهرباء تيارات كهربائية يعني كذلك يعطوه تعليمات قال إذا حدست شي من هذا القبيل هاو شدير كذلك فيما يخص تسروا بالغاز ويقول لهم اليوم ما ننساوش في المدرس كان الغاز طبيعي المدافع بالغاز طبيعي يعني يعني يبصيوا يعني يقول لهم حذاري إذا شفتوا شميتوا ريحة الغاز هذا ما تعمله وهذا ما لا تعقوم به وما شبه ذلك من من الإجراءات للحماية المدنية تقدمها نزيد أنا أكثر من هذا ولو ربما نخرج في عن الموضوع أنا كنت أدعو حتى الشرطة يقول لك الناس علش السرطة هذه لماذا؟ لأن السرطة هي الناس بصفة عامة عندهم فكرة سيئة حول السرطة يقول لك السرطة عندها دور قمعي أنا لا أنا مبادر أنا ما قالت ليش وزارة التربية لازم تدعي السرطة بس يجو يحكوا مع التلاميذ ويفهموهم لبلينا إحنا مرى الناس سرطة الجوارية يعني جميل والسرطة كذلك تعطيهم كلمات وتقول لهم حتى يعني بعض الإرشادات شو ما يقص الوقاية من حوادث المغرور لاترك الحمد لله كان أبواب مفتوحة حتى الدرك الوطني حتى الشرطة يدروا أبواب مفتوحة وجوه الأطفال يعني يتقربوا منهم يعني هذك اللي كانوا يشوفوه قمعي كي مالك تقول الأول من بعد شافوا بليه هو إنسان وجزائري كيما هو قادر يكون أب صديقه وكان يكون خاله وقدر يكون يعني شافوا بليه هي أجهزة أمن جوارية يعني في خدمة المواطن والحمد لله إذن في النهاية يعني أنا أنصح أنصح حتى أولياء تلميذ تشوف دائما أولياء تلميذ لهم دور هم يعني شركاء في هذه العملية جمعية أولياء تلميذ في الأولياء تلميذ تلقى طبيب وتلقى الممرض وتلقى حتى تلقى الشرطة تلقى تلقى حماية المدنية يعني لازم يجتمعوا يتلقعوا ويتطوعوا يطوعوا ويقتروا على رئيس المؤسسة ويجيوا إلى المدرسة وأجرهم على الله ويساهموا في العملية التربوية والوقاية شكرا 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 معنا اليوم نوردين عمري مرحبا بك مرحبا بك مدابية تكلمني على صرارك حادث هكذا يعني حادث منزلي ولو كنت تكلمتلي عليه مدابية تعطينا عليه شوية تكلمين عليه شوية في اليوم من الأيام أخويك لاحبا مش ماش لما لاحبا مش ماش كذكر عدمها الدخلانية هذك بلحها معاه حصلت له حصلت له وكيف أجدلتو ولما عندي صديقي رجال حماية مدني أعلمني أجد شي حفايس منا حطيته فوق كورسي وحبط له أجد دهره خبط له خمس خطرات في دهره وخرجت لكرا عدمها هذك الوجست قد أخي اسم هذك كي خبطوك صغير خبس خطرات في دهره كل شيء هذا العظم خرج أو لا خرج 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 طريق تاعه يحطها في فمه ويحسبها أكل يحطها في فمه هكذا ويصرها للأسف الأمهات والأولياء ميعفوش يتصرفه مع هذي يعرفوا إلا طريق يعني يجيو ينحيولوا يجيو يدخل صبعها تزيد هذه الدخل يجيو تاعة كالأمهات هذا هو الجيست الوطماتيك التي يأتي في العقل تحلو فمه تحطوه هنا تحلو فمه تدخل صباحها باش تخرج الشيء وهي الدل العكس رهي لأدك الشيء تزيد الدخل الداخل وتجرح للمجالة التنفسية ويجيو ويجيو أستاذ ماذا بينا في عوجالة تورينا هذا الجيست هدو كيفاش نقدر نتعامله مع هدو حولت هدو تفضل السيوسفي مرام مرازم أول جبنا هنا ينبو بي هدو قولنا بلي الجسم صرب باش يكون باش حتى باش نشرح مليح هدو الطفل كيمو قتليه مقبله حتى العامين حتى حتى السنتين كيفاش نصرف معه كينا عرفو بلي ولدنا يحصل لو حاجة لكي باش نديرو لكن هنا هناك كان حالتين سواء للصغير ولا الكبير إذا كان إنسيدات كلي يعني مخنوق يعني ما يتنفسش كالأعراض تاعه بينه ما يبكيش ما يسعلش عينيه يخرجوا يعني خردوا تالعينين هدو إنسيدات كلي نديرو له طريقة هاد الطريقة هادي بتسمى طريقة هيمليش الطريقة هيمليش إذا كان إنسيدات جوز اي واش معانتها إنسيدات جوز اي معانتها بل يحصل له حاجة لكن يتنفس بصعوبة صعوبة يعني يدخل تسمعه يبكي يتقل تسمع صوته يحب يسعل باش يخرج هذه لكن يتنفس بصعوبة هنا ما نقوم حتى بطريقة منتصب رجالة الحمية بدنية وهما ينقلوها إلى جلاح السرعة إلى المستشفى وهما يقوم بإخراج هاداك الشيء اللي لا حسن هيدا قلنا كيكون إسيدات كلي نقوم بوضع بوضع هاد الأسبوعين هادول هنا يا هنا في الحنك التاعو الهنا يا باش نسرح المجاري التنفسية باش نسرح المجاري التنفسية باش نخلي الجسم هاداك يخرج وهاد الهنا يلا نحكم به صدر تاعو ورجل تاعي نميلها شوية هكدا ونديره على البطن تاعو نميله شوية وندير خمس ضربات خمس بين اللوحين الكتفين واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة هيدا ونعاود نميل نشوف هاداك الشيء هاداك كيفش نعرف بلي يخرج كي نصيب السراخ يعني بكاء او بداي يبداي يسعل بداي تنفس بيسعل نعرف بلي هاداك الشيء هاداك خرج ولا ولما خرج نعاود نديره في الطريقة هاداك التالية هناي نستعو توجر يكون من التحت حتى المجاري التنفسية تكون يعني على الاستقامة وحدة ديك رجي يعني يقدر يتنفس ندير في الكلو تعال تعال بين القافة الصدري وان اخلاص الاسبعين اتنين هادا هما ونضغط خمسة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة الضغط التاعنا ما تكونش قوية باش بس كل الطفل الصغير يكون هاش اللي قافة الصدرية يتعوهاش وما تكونش يعني خفيفة تكون محتدلة يعني احنا يعني كل واحد على حساب القوة البدنية تعوه هايدا وهكا تدوى لك حتى نقوم باخراج هادا الجسم يعني نعاودوه في كل مرة نعاودوه مرة عاو مرة كده حتى يتم اخرج الجسم الصلب هادا الجسم الصلب هادا كي يخرج ربما متقلقش يكون فيه جروح ولا يخرج بالدم بتاعه ولا نرفض هادا الجسم الصلب هادا لازم اديه معايا الى المستشفى اذا جاور يجل حمال مدني عربي يطلبوا الشيء هادا كنازم يبدوه لهم باش ينقلوا معا باش يشوف الطبيب والشيء هادا يدخل النوعية تعودة باش يساعد باش يساعد باش يساعد باش يساعد بول انا ديوت للك الكبار دوك نشوف واحد متطوع من الجمهور ماذا بينا ماذا بينا شكون يجي متطوع متطوع يلا 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 يجي مع الكرسي جي مع الكرسي هاداك بالنسبة بالنسبة لك الواحد يكون كبير نخلي يعني فلا الانسيدات كله هو يكون في حالة توطر بدل يكون توطر يكون هكذا اذا كان واقف نخلي وهو واقف اذا كان جالس نخلي وهو جالس يعني في كل تلت الحالتين نقدروا نقدروا طريقتانا طريقتانا قلنا نميلوه قليلا شوية الوراء ونعطيه خمس ضربات بين لوحين الكاتفين باش يشوفوا هنا نعود هكذا نعطيه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هادي واقف اذا كان جالس اذا كان جالس اجلس اذا كان جالس نفس شيء نقوم بتميلوه هنا ونعطيه خمس ضربات تاعي اذا الجيس مخرش اذا ما الجيس مخرش نقوم بعملية هملش عملية هملش وشنا هي اوقف عملية هملش هي نجي من وراء الضحية نجي من وراء الضحية نضخل يدي تحت تحت الاطراف العلوية نحوص على مين يخلص القفص صدري القفص صدري كله تاعه هنا ندير يدي هنا ندير يدي هنا وندير هنا ندير جغل المسعف يحبط شوية شله هنا باش يقدر يجبده ايه ويعطيه شخول يجذب عنده يجذب وفي قيت ثم شوية يطلعوا شوية وعنى ثلاثت محدده يأتي معكده يعطي هذه وحدة هادي اذا كان الجالس اذا كان الجالس اذا كان جالس اذا كان جالس اذا كان جالس اذا كان جالس نجي منها جالس باش ما نبنيكي وشي بزاف الضحية تاعنا نجو منخل في الضحية ونحوسه على من يخلص القافة الصدري لكله هاداك ونحطه يعني الدبزة تعنا هكذا كله في الايدي نحطه ونجبد لاندي ونطلع الفوق واحدة اثنين ويكون نطبع لصيب هادا واحدة اثنين كي يخرج الشيء هاداك كي يخرج الشيء هاداك يقوم بسؤال يقوم بتقيؤ يعني يحضر يصرخ هايدا نعرف بليشيء الصلب هاداك خرج قلنا قبل قلنا كون علشه وعلش كيكون نصف جوز اي يعني كيكون جوز اي بس كنحوسه كيفاش نخرجو الجسم هادا كيكون يعني يكون حاصل هادا ها 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 راي يتنفس بصحب صحب صعوبة بضب 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 لو كان سيو نخرجو هولو ببالك نديرو له نديرو له يعني يولي كله يعني يولي ما يتنفس جاعة بضب 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 ولهذا يتنقل المستفى مباشرة بالاحسن شكرا 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 تكسحه تكسحه وليدية تكسحه هذه قدلك سيازي خمس آآء hooks دربان فيها حكمة علش مشي ستة ولا مشييربع هادي خمسه Howde ladies and consent خمس دربات لا أكثر ولا أقل إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الحصة إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الحصة راح نتوجدوا قاعد هذا الفيديو هذون راح نحطوهم في اليوتيوب باش تستفدوا منهم إن شاء الله إذن بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنحن.com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحن. سلام نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدان نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان